أستاذ أحمد يتفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حاضر الشيخ والله أنا عندي سؤالي يا أحمد السؤال الأول عندي مبلغ من المال في البنك في صورة وداية أو شهادات هل الزكاية يا فندم تحسب على العائد ولا على المبلغ كله جادي العائد السؤال يا أستاذ أحمد هل حضرتك بتصرف حضرتك دي الفلوس الوحيدة اللي عندك اللي بتصرف منها بالضبط طيب السؤال الثاني السؤال الثاني يا فندم والدتي عليها رحمة الله توقيت هل أنا أحج عنها أنا مقدر على أي حاجة قبل كده لا طيب هل هي كانت أدرة على الحاج قبل وفاتها بالضبط كانت أدرة يا فندم طيب خلاص أجاوب حضرتك على السؤالين يا أستاذ شكرا شك السؤال الأولاني حضرتك بتسأل الزكاية على الودائع أو على شهادات الاستثمار اللي أنا أه ما بصرف منها بصرف من عوائدها علي وما عنديش حاجة تاني غير العوائد دي فمنطلع عشر الريع عشرة في المية من الريع بنضرب مثال دايما لو عندنا بيجيب بتجيب لي سبع تلاف جنيه يبقى أطلع سبعمائة جنيه كل ما يجيلي الريع سواء بيجيلي كل شهر أو كل ثلاثة شهر أو كل ستة شهر هطلع عشرة في المية من الريع السؤال التاني أه نحج لو كنا قادرين عن والدتنا اللي كانت أدرة أدرة صحياً وأدرة ماذياً على الحاج لأن الحاج أصبع كان واجباً في حقه ويا لم تحج فيجوز خلاص فإذا كان الحاج ده ثبت في زماتها فيجوز لنا أن نحق عنها إن شاء الله يصل السواب إن شاء الله وبهذا يكون قد وفينا هذا عنها إن شاء الله